خلال اسبوعين ثلاثة هيبقى في مؤتمر صحف ووزير المالية بيشتغل دلوقتي على سياسات ضربية عشان تسهيل على رجال المال والأعمال والمستثمرين اللي قدر أقولولكم بشكل قاطع بداية المؤتمر بكرة والإعلان بكرة عن تفاصيل اعتبروه كده بداية جديدة ما بين مصلحة الضرائب وقطاع المال والأعمال والإستثمار ورجال الأعمال اعتبروه شراكة جديدة ما بين الضرائب ورجال الأعمال والمستثمرين طبعا لأنه بكرة هيكون فيه تحرك في هذا ملف تحرك بيدي تسهيلات أي مستثمر يقولك عايزة عرف مثلا اعمل سياسة محددة لمش سنة ما تغير ليش كل سنة أنا بتكلم على حد أدنى خمس سبع ثمان عشر سنين مثلا يبقى فيه سياسة واضحة لتقدم لرجال الأعمال والمستثمرين يبقى هو عارف من هنا لحد مثلا عشرين تلاتين يعرف الست سنوات اللي جاية إيه اللي مطلوب في ملف الضرائب طيب فيه ضرائب على ناس ومش عارفين يدفعوا وفيه مشاكل ضربية وربما يكون فيه بعض الحاجات والتقديرات مثلا بدي مثل يعني وفيه مشاكل في الملف ده والسياسة الرئيس من فترة من فترة من أيام حتى الدكتور محمد معيط وبعده الوزير أحمد كوجوك سياسة الرئيس اتكلم على حل مشاكل الضرائب بحيث ملف الضرائب ده الحاجات اللي قديمة اللي قالها سنين الأفضل تاخدها ولا تفضل مهملة طيب ما هي هتفضل؟ هيبقى فيه المشكلة دي موجود طيب ايه في الملف ده؟ اقفله بمعنى انه كله يستفيد فيه بعض الناس متعسرة مش عارف يدفعه عنده تقديرات حصلت معينة تعرض لظروف معينة مشاكل معينة مش قادر يدفع طيب هتقفل ولا تساعد الناس زي؟ نساعد الناس مؤكد هيكون غدا تحرك مهم جدا من الحكومة المصرية في هذا الامر ملف الضرائب اللي هو تبقى انت فاتح مجال سسمار بشكل واضح تتكلم على عباء ضربية خاصة بيه بتكلم هنا على سسمار وغير وغيره وكلها تسهيلات الوزير احمد كوجوك النهاردة كان قاعد مع غرفة التجارة الامريكية والاول مرة بيتكلم النهاردة على بعض الامور الخاصة بهذا ملف ملف الضرائب والتحركاته ايضا ملف العدالة الاجتماعية والدعم الخاص بالناس اتكلم على تفاصيل كتير جدا النهاردة فيه اجتماعه النهاردة الوزير احمد كوجوك ايضا ربما يكون فيه كلام حوالين زي ما الوزير قال صياغة سياسات مالية صياغة سياسات مالية ده اللي نقدر نشوفه بكرة وزير مالية اتكلم بكرة مع دولة الرئيسة وزراء نتكلم كمان نشوف البورصة اخبارها ايه هنتكلم على ايضا البورصة وارباح والارباح وغيرها الرأس مالية وغيره التفاصيل الخاصة بالملف ده لانه كمان البورصة محتاجة دعم كبير محتاجة هوافز اكتر فده هيتم ازاي يكون جزء ايضا من الملف الغد انت بتكلم على ملف كامل مش بتكلم على حاجة صغيرة بتكلم على هذا ملف اللي هو هيساعد البلد في هذا الظرف الصعب جدا ظرف الاقتصادي طبعا وما يحيط بالاقليم من تحديات ونتمنى انها ما تتوسعش اكتر من كده نتمنى ان شاء الله ما تتوسعش اكتر من كده عشان يبقى عندك مناخ جازب للسسمار وكمان بتدي لو اقدر اقولها كده بين قسين يعني حماية حماية لهذا المناخ مناخ للسسمار المناخ ده ما يدفعش تمن اي مستثمر مصري او عربي او اجنبي اي ظرف اللي قدر الله يحصل يعني حصل فيه فوضى 2011 او خراب 2011 حصل مشاكل عندنا كتيرة فعندك ناس موجودين وعندك شركات موجودة وعندك 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 فجأة كده ناس قاموا ارفعوا قضايا وناس راحت المحاكم والدولة دفعت فلوس كتيرة جدا لانه ناس راحوا اشتكون برا رفعوا قضايا تعودات برا الكلام ده النهاردة خلاص موضوع ده خلص وتقفل لانه اصبح ليه ضوابط حاكمة تشجع النهاردة على المناخ للسسمار حتى لا تكرر اللي حصل قبل كده النهاردة الدولة عندها قوانين عندها حماية كبيرة جدا لهذا المناخ بتعمل تسهيلات هائلة لمناخ للسسمار بتدي حافظ كتيرة جدا لاي مستثمر بيشتغل هنا لانه اي واحد النهاردة تفتح مصنع تشغل على اجراء بتعمله كل ده معناه فرص عمل معناه دخل اضافة معناه تصدير معناه سوق محلي